نرح مع حضراتكم لخبر آخر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللي أعلنت عن مستهدفات الخطة السنوية المالية الجديدة 2021-2022 في مجال الرعاية الاجتماعية ودي السنة الرابعة من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة وضحت الدكتورة هلا السعيد وزيرة التخطيط إنه الدولة حريصة على تفعيل أليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية وده بعد ما اتخصص لمشروع الموازنة العامة لعام 2021-2022 دعم قيمته 283 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعلية قدرها 200 مليار جنيه في عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 41.5% دكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن أنه تم الانتهاء من تدريب 69.849 موظف منهم 30.665 موظف تم تدريبهم على برنامج أساسيات من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كمان الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أعلن عن اعتماد مستشفيات الرمض التخصصي والظهور التابعين لهيئة الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد بحصولهم على درجة الاعتماد القومي طبقاً لنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لمؤتمر المناخ الدولي كاب 26 نايجل طوبينج أكد أثناء ختام زيارته التانية لمصر خلال اجتماعاته في القاهرة مع المسؤولين الحكوميين والشركات والمجتمع المدني أكد على دور الاستثمار الأخضر في التخفيف من أثار تغير المناخ وقال كمان أن الثورة الخضرة ممكنة ويمكنها كمان أن تحفز اقتصاد أكثر استدامة بيوفر نمو نظيف ووظائف خضراء لكن أنا في حاجة للعمل لتحقيق ده بما في ذلك القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع صانعي السياسات